حثت 70 دولة في وثيقة صاغتها فرنسا كوريا الشمالية على ضرورة التخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية مستنكر التهديد الكامل الذي تشكله هذه الأسلحة للعالم بأسره ومن بين الدول الموقعة على وثيقة تطالب بنزع أسلحة نظام كينج جونج أونة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى العديد من دول آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا ولم توقع روسيا والصينة وأبدت الدول الموقعة حسب نص الوثيقة تشجيعها لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تجنب أي استفزازة كما دعتها إلى مواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية